خلينا نقول إنه فيه تكنولوجيا ممكن تستخدم وأتمنى أيضاً أن تأخذ فيه الاعتبار يعني مثلاً ممكن الناس تدفع عن طريق الإنترنت ويبقى المكتب بس مجرد استلام أو ممكن الناس لو يمكن التنصيق مع شركات الهواتف المحمولة فيتم تحميل مبلغ الاشتراك على الفاتورة في مقابل إنه المكتب برضو يكون لمجرد استلام الملصق الإلكتروني في بعض آخر ممكن يتعمل تطبيق على الهواتف المحمولة اللي هو موجود قدام حضراتكم نموذج ليه دي فيديوهات أنا جبتها خلاص دي تجارب يعني أو إمكانيات أو استخدام التكنولوجيا دولياً لا أنا عايز الفيديو الأولاني يا جماعة بعد إذنكم الفيديو الأولاني مش ده مش ده أهو ده تطبيق معمول في إحدى الدول إنه بتدفع عن طريق هذا التطبيق وفيه آلية موجودة في محطة الرسوم عشان وإنت بتمر على طول بيتم من خلال التكنولوجيا رصد إنه حرك بتمر وبتتحمل الفاتورة بتاعتك للتذكرة على قيمة التذكرة يعني على التطبيق وبتسددها خلال حوالي خمس أيام أو بيبقى فيه زيادة في الرسوم لو ما سددتش خلال خمس أيام دي برضو فكرة نروح للفكرة التالتة والأخيرة علشان المستقبل عشان المستقبل تاني أذكر أنا مش هتكلم في قصة إنه ما ندفعش ليه لأنه إحنا بندفع على طريق القهارس جندرية محور رود الفرج على سبيل المثال النهاردة اللي عايز يتجاوز الزحمة ما ياخدش محور 26 يوليو وينزل وسط البلد عنده طريق تاني محور رود الفرج بس بيدفع عليه ليه لأنه تم تطويره بشكل كبير جدا في كل دول العالم بيبقى فيه طرق السريعة عليها بوابات بتدفع عليها رسوم للمرور والله مش عايز تدفع امشي بقى من وسط البلد وما تدفعش هنا إحنا بنتكلم في نموذج آخر إنه ممكن تقول لي طيب ما فيش بديل هقول له حريك في طريق اسم عليه هتقول لي طيب ما هو فيه كارتة برضو قال له قيمتها أقل البعد التالت بس اللي عايزين ننظر إليه للمستقبل بقى للمستقبل اللي هو الفيديو التاني اللي جبته لحضراتكم اللي هو ايه ما فيش بوابات ما فيش اشتراكات موضوع بسيط جدا نستخدم التكنولوجيا بإنه الفيديو اللي بعد ده جماعة فيه زي الرادارات موجودة اهو ده طريق سريع هتلاقوا حضراتكم حاجة زي الرادار كده محطوطة اللي هي دي بتصور رقم العربية خلاص ويجي لك بقى اهو خلال تدفع خلال خمس ايام برضو ويجي لك بقى اليات كتير اما بتخش على الموقع او ممكن من خلال تطبيق على التليفون المحمول يعني فيه فيه اليات كتير جدا ممكن تسهل عشان اه نتجاوز اي تكدسات موجودة على الطرق السريعة فحبينا بس ان احنا نشير لهذه الملاحظات وانا على علم بانه السادة المسؤولين وصل اليهم هذا الضغط اللي موجود على بوابات طريق السويس واتمنى انه يتم تجاوز هذا الامر سريعا للتخفيف العبء على كل المواطنين لانه ناس كتير سكنين في مدينتي والشروق وبدر وهليوبلس الجديدة واللي بيروحوا العاصمة الادارية الجديدة فالضغط كبير الحقيقة على هذه البوابات ترجمة نانسي قنقر